موحدة النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله إن ابني هذا سيد أخرج للعالم أنت هتبقى سيد سيد الله سبحانه وتعالى سيسيدك إذا كنت بأخلاقك فرسولي كان بيعلم كده سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ففعلاً كانوا كده لكن الواحد بقى حاسس إن العالم ده خطر جداً جداً أنا عرف ناس بيقول لي كده الدنيا دي خطر بيقول لي كده الدنيا دي خطر أعيشها إزاي وأنه لما بقعد مع أولادنا بسمع منهم فهو خايف إن الخطر ده فطول الوقت متشائم وعنده اضطرابات ما لهاش حد والآن وبيكون والناس عارفين كويس اللي عايشين بيننا عارفين قديه القلق والجزاية المرة دي زاد في زاد وبيكون مش قادر يعيش الحياة بشكل طبيعي تعالوا بقى نشوف سم بقى السم بقى بتاع لإيه بتاع اللطافة بقى السم الفرفاشة اللي هو سم إيه سم التلاهي إن أولادنا يهربوا بقى بينهما ينعزلوا ويختاروا شيء يلهيهم عن المشكلات اللي بيواجهوها سواء كان يدمنوا بقى السوشيال ميديا أو يجربوا المواد الإباحية مثلا أو يدمنوا العادة السرية أو يدمنوا المخدرات كلها أي حاجة تلهيهم عن المشاكل طيب هل لما نلاقي في حد من عياننا بدأ ينزوي يبقى بيعمل كارثة بالله عليكم بلاش الحكاة دي لا خالص لما ابني ينزوي فهو محتاج للتواصل معنا إن احنا نتواصل معنا مش محتاج إن احنا نتهمه احنا تكلمنا عن سموم العزلة مش عشان نخاف ولا عشان نجبرهم يقعدوا معنا بالعافية ولا إننا نحرمهم من قعدتهم لوحدهم لأن ما ينفعش إن يكون النتيجة إن احنا بنتكلم عن سموم العزلة نجري وإحنا خايفين فننتهك خصوصيتهم ولا ننتهك محاولتهم إنهم ما قيشوا حياة طبيعية احنا تكلمنا عشان نحرس على التعلم ونحرس على الوعي عشان نكون العيلة اللي بيتحقق فيها قول حضرة النبي كالبنيان يشدوا بعضوه بعضا كالجسد الواحد فيكون عندنا مناعة ويكون عندنا صمود نفسي ويكون عندنا وعي ويكون عندنا رصانة ورسوخ ديني ضد أي سم من السموم اللي بتفسد أولادنا مش بس ونستثمر حياتنا كلنا مع بعض نستثمر وجودنا كلنا مع بعض اتكلمنا عشان نكون حارسين على إن احنا نكون قريبين وإن اختلفنا وبنحترم بعض وبنحترم خصوصيتنا ونقدر نفهم بعض ونحب بعض ولو في مرة غلطنا في حق بعض مش بنحاول بعض الاعداء ولا بنعزل أنا أعرف الناس بالعشرين سنة لإن الأب قال لي بنته كلمة مش مناسبة أو إن الإبن خلاص شال من أبوه لإن هو في لحظة من اللحظات ما كانش قادر يكون وقف جمه وخزني وبنعيش على الخزلان ده طول الحياة فإحنا بنزعل ونتصافل إن إحنا أحباب مش أعداء عايزين نهور جزء المنعزل ونتحرك نتحرك مع بعض في البيت ونتقابل ونعض ونتفق ونعيش ده في الأسرة الوحدة يا عباد الله الأسرة دي منا ربانية موجود فيها سر وجعل بينكم مودة ورحمة اللي هيقرب وينزل ويتعيش مع أسرته هيغرق هيغرق حنان ومودة ورحمة لازم نبقى نتعامل مع الأسرة على إنها محضن عشان تخرج أحسن ما فينا وتحسسنا بالنعمة فالأسرة محضن لرؤية نعم الله سبحانه وتعالى إيه بقى نعمل إيه؟ تعالوا نجرب شوية إجراءات كده نعملها مع بعض عشان ننشط ولو قلتلنا اللي احنا محتاجين نتكلم عن الملف ده هنتكلم عنه طويل لأن الملف ده من أهم الملفات فين مصنع التطرف فين مصنع الشزوز فين مصنع الإلحاد فين مصنع كذا الجزر المنعزلة المنزلية البيتية الأسرية طب نعمل إيه؟ أول حاجة تعالوا إحنا نحبب بعض في القعدة طول الوقت مع بعض وإلا خالص وخلينا متزين إن إحنا الأباء عايزين نحب أعدتنا مع بعض عايزين نبقى متزينين إحنا محتاجين نبقى في وسط أولادنا وفي وسط أهلنا على فكرة الأباء والأمهات هيفضلوا تعبنين ومتأزين طالما هم مختارين إنهم يعودوا منعزلين أقول لك حاجة لو جربت مرة واحدة تقول لابنك أنت أنا على فكرة عايز أكلمك لأننا في الحقيقة محتاج حد أشعره في أمري فتيجي تكلمه وتحسسه لأنه ليه أهمية بس أنت خايف أنت تبقى قليل في عين ابنك بس أنت في الحقيقة لما عادت شاركه وعشان كده تاني إجراء شاركوا أولادكم معاكم في تفاصيل يومكم زي شغلكم وتكلمهم عن بعض معاهم عن أولاجعكم خلي بنتك تطبطب عليك عشان تحس بحنيتها خلي ابنك يقولك أنا جنبك يا بابا واستمر حتى لو أتغير الشغل أنا معاك فيحس أنهم كبروا وحس أنهم جزء من حياتك ويقول أنت جزء من حياته فيشوفوا الحياة من خلال خبراتك ويشوفوا الحياة كمان من خلال كيفية تعاملك مع الأزمات خلوا عندكم عادة اجتماع أسبوعي للأسرة كل يوم جمعة مثلا بتفتروا مع بعض وبتقوضوا مع بعض وتتكلموا في حاجة مهمة وأقول لكم حاجة ويا سلام لو كان معاكم كل أسبوع مش هقول لكم يا سيدي كل أسبوع وماس كل كل أسبوع أعملوا مجلس للصلاة على حضرة النبي وقرأوا حديث من حديث رسول الله سلم وأنا دايما برشح لكم الأربعين النووية تقرأوا هذه الحديث كل حديث منها أصل وكل واحد فيكم يقول هو حاسس بإيه وهو بيسمع حديث رسول الله سلم بعد ما تصلوا على رسول الله على الأقل لم يعتمرة لأنه حضرة النبي صلى الله عليه كان بيحب الصلاة عليه واللي بيصلى على حضرة النبي قلبه يطيب وكمان يقترب من الحبيب وكل ما عنده يذوب ويتميلي حياته نفح وطير يا رب اجعل حياتنا دايما منفوحة بنفحة حضرة النبي لعننا يا رب دايما في الطريق إليك نسعى إلى محبتك ونريد كل ما تريد يا رب العالمين بحب وبرشد وباتزان أعننا يا رب على أن نخرج من عزلتنا إلى حضرتك من الظلمة إلى النور ببركة مددك يا ودود يا رحيل يا لطيف يا غفور شكرا لكم justamente شكرا لكم